السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد من شوية شفت منشور على مجموعة السيسي حبيبي على الفيسبوك وللأسف الشديد هذا المنشور فيه معلومات خاطئة تماما تماما وهذا المنشور يكشف للجميع أن أنصار السيسي يسهل استحمارهم المنشور يتحدث عن القبض على أبو الأمصان المليونير السوداني الذي يمول جماعة الإخوان المسلمين وداعش وقائد فصيلة الذئاب الخطرة والتي تتميز بالهجمات والخراب الشامل يعني المنشور يتكلم عن أشياء غريبة جدا وأنا لا أعلم هل نادية اللي كتبت المنشور تسخر من هؤلاء وترى ردة فعل أنصار السيسي واللي هي أصلا يعني تؤمن بهذا الكلام العيب مش على نادية العيب بقى أعلمين العيب على الناس اللي أخدت هذا المنشور اللي انتم شايفينه ده وعلقت عليه الله أكبر يا رب الأمن والأمان والسلام ليك يا مصر تحيا مصر الله أكبر وعاش الجيش المصري عاش وهذه التعليقات يعني هذه التعليقات التي نراها الآن ليست من كائنات فضائية وإنما هؤلاء يؤيدون السيسي وناس عندهم عقل وعندهم جسد وعندهم دم وعندهم كل شيء ولكن يستخدمونها بطريقة أخرى غير هذه الطريقة العادية التي تستخدم فيها الأعضاء البشرية هذه التعليقات يا إخواني تكشف لكم مدى إمكانية استحمار هؤلاء لماذا؟ لأن هذا الشخص ليس له علاقة بالسودان ولا بالإخوان ولا بأي شيء كيف ذلك؟ باختصار شديد ندخل على جوجل ونكتب اسم هذا الشخص أهو شوفوا بقى المفاجأة الشخص ده لاعب كرة قدم مشهور جدا وهو مدرب في الدوري الإنجليزي أهو صورة الشخص اللي هم محطينها شايفين ده؟ هو ده الشخص اللي احنا بحثنا عنه اللي هو جه في الوكيبيديا هنا هذا مدرب في الدوري الإنجليزي ولاعب كرة قدم سابق لا علاقة له لا بالإخوان ولا بأي شيء ولا بداعش ولا بالقاعدة ولا بالذئاب المنفردة ولا الذئاب الخطرة ولا أي شيء مرة أخرى ممكن تكون ندية دي نشرت هذا المنشور للسخرية من أنصار السيسي ولكن مش معقول كل الناس على طول تحية مصر وشير ولايك ويعني طبعا قليلا ما تجد واحد ينتقد هذا المنشور كله بيعلق تسلم الأياد الله أكبر عاوزين إعدامات زهيئنا بصراحة أمير عامر وكانوا يموتون خلص تسلم الأياد الحمد لله والشكر لله عقبال الباقي تسلم الأياد تحية مصر عاشت المخابرات المصرية وتحيا مصر الله أكبر تسلم الأيادي تحيا مصر على جهنم وبئس المصير تحيا مصر برجلها الأوفياء الأقوياء تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر عاشت مصر حر أبية وهكذا هذه هي التعليقات للأسف الشديد وهي تكشف لكم كيف يمكن استحمار هذه الفئة المؤيدة لعبد الفتاح السيسي أنا في الحقيقة مش بتابع الجروبات دي ولكن في واحد صديقي الله هدي بيعمل شير من الجروبات دي بصراحة بيتحفنا بهذه المنشورات العجيبة على كل حال شكرا لكم لا تكونوا كهؤلاء كونوا أحرارا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته